في بلاد الماء لا كأس ماء لك الحق فيه ولو متعطش كيف تعطش بلاد الرافدين؟ وقد تحتاج الإجابة لأن تروي قلبك من خطر قادم لا محالة أن يروي دجلة والفرات عطش العراقيين فهذا أمر مفروغ منه وقل إن ماء النهرين يروياني أكثر من العراق دجلة والفرات والحرب على توأم المياه الوفير حرب ضروس وقد يجف النهران مع حلول عام 2040 كما يتوقع مؤشر الإجهاد المائي العالمي أما الشح والجفاف فهما رضيفان لإيران وتركيا اللتان تبنيا السدود تل والسدود على حساب مياه العراقيين وزارة الموارد المائية لمست نقصا كبيرا في التصريف بمقدمة سد دوكان في نهر الزاب وصلت إلى مترين مكعبين في الثانية أي ما يعني قطع المياه بالكامل المزارعون والمواطنون على حد سواء يخشون أن تشن إيران حربا على المياه فتنهي حياة دجلة كما تحاول تركيا إنهاء حياة الفرات إيران ومنذ العام 2011 أقرت بناء 152 سدا بعضها للتحكم واستنفاذ المياه الداخلة للعراق سيما الروافد والأنهار ما تسبب بأضرار كبيرة بالمساحات الزراعية في معظم المحافظات أما سياسة الحكومات المتعاقبة فما زالت عاجزة عن الحل رغم الميزانيات الانفجارية منذ عام 2003 سيادة عراقية تجف أمام سرقة المياه وهذا ما يحيل البلاد إلى كارثة حياة أو موت إذا ما عادت المياه إلى مجاريها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر